اعلن تحالف الاحزاب المصرية الذي يضم اربعين حزبا سياسيا تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية ونظم تحالف الاحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثل وقيادات اربعين حزبا سياسيا اعضاء التحالف بالاضافة الى عدد من الشخصيات السياسية والعامة استعرض خلاله الانجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية رغم التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق الامن والاستقرار والنهضة الحديثة كما ثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والسير بخطا ثابتة لاستمرار تلك النهضة اعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ان الحزب بكافة نوابه وقياداته واعضائه اكدوا دعمهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ثقة في قدرة الرئيس على العبور بمصر الى بر الامان والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين اضف النائب تيسير مطر رئيس الحزب ان قرار الحزب بدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مؤكدا ان هذه المرحلة تتطلب الاستفاف الوطني من اجل البناء والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة ترجمة نانسي قنقر